في الذكرى السادسة والسبعين للنجبة الفلسطينية لن ينسى العالم تاريخ إسرائيل الحافل بالجرائم والتي ما زالت مستمرة مع استمرار العضوان على قطع غزة المكلوم فمجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني هي دماء مسالة منذ بداية إعلان دولة إسرائيل ففي الحادي والثلاثين من ديسمبر عام الف وتسعمائة وسبعة واربعين اقتحمت عصبات الهجانة قرية بلدة الشيخ التي يطلق عليها اليوم اسم تل جنان استشهد فيها نحو ستين فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال وأخلية القرية جزئيا من أهلها أما في التاسع من إبريل عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين نفذت مجموعة الأرغون وشتر عملية إبادة وطرد جمعي في قرية دير يسين وكان أغلب ضحايا المجزرة من المدنيين الذي تراوح عددهم ما بين مائتين وخمسين وثلاثمائة وستين فلسطينيا وفي فجر الرابع عشر من مايو عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين شنت وحدات من جيش الاحتلال هجوما على قرية أبو شوشة في مجزرة راح ضحيتها نحو ستين شهيدا من النساء والرجال والشيوخ والأطفال بعد مرور أقل من شهر من مذبحة دير يسين وأقل من أسبوع من مذبحة أبو شوشة واستكمالا للهدف الرئيسي المتمثل بعملية التطهير العرقي والترهيب للسكان تمهيدا لتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين جاءت مذبحة التنطورة التي تركت أثرا بالغا على الفلسطينيين في القرى المجاورة وما هدت لتهجيرهم بالفعل وأصفرت عن استشهاد ما يقرب من مئتي مدني أعزل وفي أكتوبر عام 1953 هجم جنود الاحتلال تحت قيادة أريال شارون قرية قبية في الضفة الغربية ما أصفر عن استشهاد تسعة وستين فلسطينيين خلال اختبائهم في بيوتهم التي تم تفجيرها بعد مرور نحو ثلاث سنوات وتحديدا في العشر من أكتوبر عام 1956 ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق فلسطينيين عزل في قرية قلقلية حيث عمد الاحتلال إلى قصف القرية بالمدفعية قبل اقتحامها ما أصفر عن استشهاد أكثر من سبعين فلسطينيين وفي التاسع والعشرين من الشهر نفسه ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في قرية كفرقاسم راح ضحيتها تسعة وأربعون مدنيا منهم ثلاثة وعشرون طفلا دون ثامن عشر لم يمر العام حتى نفذت اسرائيل مذبحة جديدة في الثاني عشر من نوفمبر عام 1956 بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان يونس جنوب قطع غزة راح ضحيتها أكثر من مائتين وخمسين فلسطينيا وبعد تسعة أيام فقط كان المخيم مصرحا لجريمة إسرائيلية أخرى استشهد فيها مائتان وخمسة وسبعون فلسطينيا وفي اليوم نفسه سقط أكثر من مائة شهيد من سكان مخيم رفح للاجئين على يد الاحتلال وامتدت أثار المسبحة إلى حدود بلدة بني سهيلة وفي عام 1990 وتحديدا في الثامن من أكتوبر اندلع اشتباك بين متطرفين يهود والمصلين الفلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى تدخلت على إثره قوات الاحتلال وأطلقت وابلا من الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد 21 وإصابة 150 أخرين وشهد شهر فبراير من عام 1994 تنفيذا من قبل المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين مذبحة في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بعدما أطلق النار على المصلين في أثناء صلاة الفجر في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان ما أوقع 29 شهيدا و150 مصابا مع استمرار العدوان على غزة كان المستشفى المعمداني في حي الزيتون شاهدا على جرائم الاحتلال في 17 أكتوبر العام الماضي في مذبحة سقط فيها 500 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء ولم تتوقف إسرائيل منذ أكثر من 75 عاما عن ارتكاب أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني والتي تجاوزت مئة مذبحة تعد الشاهدا حيا على وحشيتها وتاريخها اللا إنساني والمنافي لأبسط معيير القانون الدولي والإنساني بل والمعاهدات الدولية